الكتابة خدت حوالي أربع شهور خمس شهور يعني قل ستة شهور تقريباً الكتابة بعد كده التحضير بقى للفيلم خد حوالي شهرين ونص وبدأنا نصور في آخر خمسة إن شاء الله لو عيشنا هنخلص في نص سبعة بإذن الله الحدودة هي سيدي بتتكلم عن ردود أفعال الناس تجاهل الغريزة بنستقبلها إزاي وبنتصرف معها إزاي وبشكل كوميدي على فكرة الفيلم الكوميدي أعتبر اجتماعي كوميدي يعني ده الإطار العام اللي بدور فيه فيلم لا مش مش من نفس الأفلام اللي فاتت لكن يعني ممكن نقود أن الموضوع يعني ممكن يهم الناس ممكن يهم الناس ما كانتش فيه مشاكل يعني كان فيه مشاكل صغيرة اللي هي تحصل مع أي فيلم يقولك المشهد ده مثلاً بلاش الجملة دي بلاش مثلاً حاجة ده كده وبصفة عامة الفيلم متحفز يعني ما هواش فيه حاجة مثلاً تعترض عليها الرقابة ولا حاجة هو الفيلم كله عبارة عن معنى معنى ولكن الصورة متحفزة جداً أصل الحكاية لأن أصل الحكاية أصل حياتنا كلها هو الغريزة ده معنى الفيلم كل الأفلام اللي عملتها كانت اجتماعية وزياسية يعني فيه أنواع تانية اللي هي مثلاً الإبهار والأكشن دي بتبقى محتاجة إنتاج ضخم وفلوس كتير جداً جداً وصحة أنا بقيت كبير من الصغير عشان أقدر أعمل فيلم في أكشن يقعد شهرين يتصور وعشرين ساعة تصفيري في اليوم أنا يعني ما بحبش أول أفلام الأكشن كمشاهد وكمخرج بحب أول أفلام اجتماعية كمشاهد وكمخرج الحمد لله طبعاً خطة أكتر من حقي كمان الحمد لله أن الواحد بيلاقي فرص إنتاج يعني والأفلام ما هياش تجارية قوي أفلام فيها موضوعات وكده ما بتقاش تجارية الفيلم التجارية هو الفرص الأكشن كده يعني لكن الأفلام ما هياش تجارية قوي فالحمد لله أن أنا بلاقي فرص إنتاج يعني كنت أتمنى أن أعمل أفلام أكتر يا رب لو في نصيب وفي عمر يا رب بيبقى فيه وقت وكده أن الواحد يعمل أفلام أكتر أنا عندي موضوعات قريدي بخلصها كسيناريو وببحث لعندي حوالي أربع سيناريوهات بخلصهم في الفترات اللي أنا بععد فيها ما بين الفيلمين سنتين مثلا بكتب سيناريوهات كتير وببتدي بقى أشوف إيه اللي هيتعامل إيه قبل إيه يعني عمري ما سفرت عشين أكتب لا بحس أنه مش عارف أكتب أنا عاوز أعرف أكتب في الأنتريل التاعي اللي قاعد فيه بعد 20 سنة والمكتب بتاعي ده اللي بعرف أكتب فيه لا والله حاجة الواحد يستعين بنلابس فأول كل حاجة يعني اللي بقى واحد متوتر والآن الفيلم ما يعجبش الناس ما يطلعش مثلا في حاجة مهمة تهم الناس ببقى متوتر شوي وبقى بقى بقى ربنا يعني يا ربي وفقنا لا من أول الكتابة ببقى عارف بقى بعمل فلاتر يعني أنا مخرج متحفز قد يكون المعنى تاع الأفلام جريء لكن الصورة متحفزة لا من السيناريو ببقى عارف أن أنا مش هعمل مشهد فيه عري أو فيه مثلا قبلات أو فيه مشاهد ساخنة أو مشاهد في السرير من الأول ببقى عارف أن أنا مش هعمل المشاهد دي اشتركوا في القناة